نرحب بالزميل عزيز كابتن أحمد فوزي نسأل خير يا كابتن نسأل خير يا كابتن نسأل خير يا كابتن نسأل خير يا كابتن الله يكريمك ربنا هاي الأبوار النهاردة بالنسبة للحرص المرض الحمد لله بس يعني بداية كده هنقبل فرقة بتعتمد على السرعات فرقة غلصة في ملعبها بتعتمد على السرعات فرقة عندها لعبة سترايكرز قوية شوية لازم كرات المشتركة نخلص منها بدري بدري خاصة غيب منع ممكن يأثر علينا شوية في الحتة دي لازم يكون في تفاهم بين الشناوي وياسر وربيعة وتفاهم كوي مش عايزين اللي بيحصل في فترة السابقة يتكرر النهاردة لأن أي يعني زي ما بيقولوا كده توقع أن زميلك هياخد هياخد هو منك فقالت السرد بكات تشيل مرة واحدة وما تعتمدش على وجود الشناوي أتمنى أن الشناوي يكون قريب من خط ظهره شوية عشان يقدر يقلل الكورسات الكور البنية اللي هتتعامل من خط النص للسرايكر بالنسبة للحارس مارما وميزين هم كمان في التصويب على المارما جدا عشان كده الشناوي أعتقد أن المباراة هتبقى عليه بنسبة 60-70% لو قدر الشناوي يكون في مستوى الطبيعي اللي احنا متعودين عليه إن شاء الله أعتقد المباراة هتنتهي بمكسب لنا عشان اللي هنقوله بعد كده إن شاء الله بالنسبة للحارس مارما يانج أفريكانز حارس جاي جدا حارس من مالي محترف الحارس ده مش طويل فإحنا أخيرا نتكلم عليه بالراحة اسمه دي جي جي ديارة موليد 27 فبراير 95 عنده 28 سنة خبراته كويسة جدا الحارس ده كان حارس أساسي في الكان 2019 اللي تلعبت هنا في مصر لعب 30 مباراة دولية مع إنه طوله 175 سنط ودي حاجة قليلة جدا في الحراس الأفرقة ولكن عشان أسره دوا عنده سرعة رد فعلي رهيبة المؤثرات الزينية عنده سريعة جدا وعنده سرعة رد فعلي وحركات كويسة جدا تحركات تهيلة برجلي بيتحرك كويس جدا حارس كويس الحارس ده السنة الفاتت ترشح أنه ياخد أحسن حارس أحسن سوري أحسن لاعب في أفريقيا بس المحليين كان من ضمن المرشحين لأنه هو من الأسباب الرئيسية لوصول يانج أفريكانز المباراة النهائية في الكونفيدرالي الحارس ده قدر يشيلهم فترات طويلة جدا حتى في المباراة النهائية أمام شباب بالوزداد كان متقلق ولكن فرقته ما ساعدتهش عنده بيلعب رجلي كويس جدا ودي من الأسباب اللي خليته يلعب زي ما بقول حضرتك في الكان في 2019 هنا في مصر وكان حارس وحارس دولي هو ممكن ما اتخذش آخر سنتين ولكن وجوده في مالي مع الطول بتاع يخلي بالك حراس مالي كلهم على مر التاريخ بيبقوا طوار وأجسام كبيرة فلما واحد زي ده يلعب ده يديك دليل على إنه حارس كويس جدا تحت التلت خشبات بيعف يتعامل مع التصويبات بطريقة هيلة عند صرعة رد فيها زي ما بقول لحضرتك سريعة جدا بيلعب برجليه كويس مشكلته الرئيسية يعني ودي اللي لازم نعتمد عليها الكروسات على السكس يارده مش موجود بيستخبها هو أكيد ديانج يعرف مميزاته وعيوبه المفروض لا المفروض يعني يكون آي وأكيد برضو كابتن فيه فريق تحليل مع مستر كولر طبعا أكيد بيوصله كل الكلام اللي احنا بيقوله له ده وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نستفيد منه فهي القصة الرئيسية النهاردة لو اعتمدنا على الكروسات هو ما بيطلعش برسك سارد الكرة اللي بتتعامل لتحت وحد بيروح يلعبها مرة واحدة ما بيطلعش قابل فأتمنى أن أي حد يروح عليه التصويبات البعيدة بتبقى بالنسبة له صعب إنما لو رهيبة زي ما بيقول لحضرتك هو عنده سرعة رد فعالة رهيبة عنده ميزة فمعظم حراس نادي الأهلي ألا وهيها في الانفرادات الانفرادات عامة حراس مرمى النادي الأهلي من زمان جدا مميزين فيه مميزين أو في الانفرادات دي وياخد رد الفعل الطبيعي عشان كده ما تحاولش وانت تريح له تقرب منه حاول لو انت تريح له انفراد إلعب من بعيد من جنب رجله هتعرف تحريزها بأمر الله وعنده مرونة عالية جدا جدا زي ما احنا بنقول إن ال 175 سنطي عملاله مشكلة في كروسات بس عملاله سرعة رد فعل لأن القرار اللي بيطلع من دماغه المسافة قسيرة عشان يوصل لبقية جسمه فبيبقى رد فعله عالي جدا عشان كده يعني نتمنى ان احنا نخلص بدري واللي نروح بيها من بدري نحطها من بعيد إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله كل طبيعي نادي نتقابل بعد مبارا إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا